وللمزيد عن المؤتمر وأهم ما جاء فيه من أو على مدار أربعة أيام متواصلة ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بعد التحية محمد رامي اطلعنا على التفاصيل وأهم ما تناوله المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحياتي لك ولكل المتابعين في ختام فعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية هذا المؤتمر الذي انطلق على مدار أربعة أيام وأيضا به العديد من الجلسات جاءت توصيات في الجلسة النهائية والختمية اليوم بعدد من التوصيات والمقترخات المتعددة إذا تحدثنا عن تعظيم دور المجلس القومي للسكان وأيضا الحديث حول إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي وتحديدا في العام المقبل ما بين الحادي والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر في العام المقبل وأيضا التعظيم والتوسع في الخدمات الصحية الإنجابية وتنظيم هذه الفعاليات الخاصة بالصحة الإنجابية وأيضا التعاون الكبير مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وأيضا نشر الثقافة الوقائية وأيضا الثقافة الصحية الإنجابية في العديد من الأماكن وعلى كافة الصبل والطرق المختلفة أما إذا تحدثنا من خلال هذه التوصيات التي جاءت بعد أكثر من خمس نتحدث عن خمس من محاور عديدة على مدار اليوم ما بين محور الابتقار والبحث وأيضا الاستثمار من أجل المستقبل وأيضا إذا تحدثنا عن الاتصالات الفاعلة والإيجابية نحو تحقيق نتائج الصحية إيجابية وأيضا إذا تحدثنا عن العديد والعديد من المحاور التي أتت على مدار جلسات وورش اليوم ونتحدث عن أكثر من خمس وستين جلسة على مدار أيام هذا المؤتمر تحدث بها أكثر من مئتين وسبعين متحدث وخبراء من كافة أنحاء العالم في عدد من المجالات منها الصحة والسكان والتنمية وأيضا إذا تحدثنا عن إقامة المعرض الطبي العالمي على هامشي هذا المؤتمر وشارك بها العديد من الشركات وأصحاب المصالح في هذه المجالات المتنوعة وكان لنا العديد من اللقاءات مع الخبراء الدوليين تحدثوا عن أهمية هذا الأمر والانطلاق من خلال مصر نحو إفريقيا والعالم أجمع في هذه القضايا المتنوعة ونحو التنمية المستدامة التي كانت على رأس أولويات ومن العنوين الرئيسية في كافة الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر هذا هو المشهد المشهد الختامي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وعود إليكم شكرا لك رامي محمد كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة